هذا وقد وجه بنك الدم اليمني نداء عجل للحصول على مساعدات مع قرب نفاذ موارده الطبية واحتمال إغلاق أبوابه في غضون أسبوع وقد أطلق مدير المركز الوطني لنقل الدم عدن الحكيم نداء للاستغاثة لكل منظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني وإلى رجال الأعمال لدعم المركز يعالج البنك كل شهر قرابة ثلاثة ألاف يمني وعانون من أمراض السلطان وفشل الكلوي وفقر الدم